وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب حول موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تعديلات جديدة بقانون هيئة الشرطة فضلا عن بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نحية النهاردة يمكن في مجلس النواب حدث بداية الجلسة كان عن تعديل قانون هيئة الشرطة وده كان متعلق بمعاوين الأمن انت عارف ستك ان فيه تطور كبير حدث في العالم كله في المنظومة الأمنية وده استدعى ان يحصل تعديل لان النهاردة معاوين الأمن أصبحوا من مأمور الضبط القضايا وده يمكن بمناسبة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية فاعتقد ده كان محتاج تعديل ان يبقى فيه زيادة لثلاث سنوات عشان يقدر فرض الأمن يحصل على المزيد من المعلومات في النواحي الأمنية والنواحي العلمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللي بيناقش النهاردة في الجلسة العامة هو نتيجة عمل طويل جدا على مدار 14 شهر في اللجنة الفرعية التي أشرف بعضوياتي فيها ممثلة عن لجنة حقوق الإنسان كوكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عملت اللجنة الفرعية على صياغة مشروع قانون جديد يتوافق مع المحددات الدستورية في دستور 2014 المنحازة للحقوق والحريات المنحازة لضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة المنحازة لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان ولذلك تم العمل على صياغة قانون جديد استجاب لهذه المحددات أبرز هذه المحددات هو ملف الحبس الاحتياطي أن يكون الحبس الاحتياطي مجرد إجراء وقاء تستلزم ضرورة التحقيق وليس عقوبة أن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة أن تخفض كل مدة الحبس الاحتياطي في الجنح من 6 شهور إلى 4 شهور في الجنايات من 18 شهر إلى 12 شهر في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام من 24 شهر إلى 18 شهر طبعا هذا المشروع جيد جدا من حيث الضمانات للحريات وضمان العدالة ناجزة العدالة الجنائية والإجرائية الناجزة التي تحمل مواطن وتسون حقه نبتدي الأول من تفتيش البيت اللي هو أسير عليه كثير برلاغات لا ما فيش تفتيش للمنازل إلا بقرار قضائي وما ينفعش إلا في حالات الطوارئ وكلمة حالات الطوارئ دي موجودة في كل أنحاء العالم وموجودة في الدستور المصري لا يستطيع أن يحيد عنها هذا القانون نمرة اثنين حق المتهم في الصمت ودي جديدة نمرة ثلاثة أنه هو حقه أنه هو يتصل بذوي فورا من حقه أنه هو يتصل بمحامي حقه أنه هو المحامي وجوب محامي في جميع مراحل التحقيق والاستجواب والمحاكمة وما يقدرش يتخذ إجراء ضد المتهم بأي صورة من الصور بدون المحامي